أسعد الله ورقاتكم وأهلا بكم في محاضرة التأمين إن شاء الله اليوم سنتحدث عن دفع قصد التأمين و سنتناول فيه العديد من المواضيع بداية رح نتناول اللي هي الأحكام العامة التي تتعلق بالانتزام بدفع القصد ومن ثم ننتقل إلى أجل الوئل إلى المكان الوفاء وكيفية الدفع أول شغلة بنا نعرفها هي المدين بالوفاء بالقصد يعني مين الشخص المطالب بدفع اللي هو القصد بطبيعة الحال يعني بديهة المؤمن له هو المطالب بالدفع ولكن بقولنا أحيانا بتتغير هذه الصفة بالنسبة للمؤمن له ممكن يكون تتعدد يعني في بعض الحالات يعني ممكن أن يكون طالب التأمين ممكن أن يكون مؤمن له ممكن أن يكون مستفيد وطبعا في السابق ضربنا الأمثلة كيف ممكن أن يكون المؤمن له شخص واحد ممكن أن يتعدد المؤمن له بحيث واحد يأمن على سيارته أو واحد مثلا يأمن على حياته لصالح مثلا أولاده طبعا هان بتتعدد السفات المؤمن لهم إلى طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد بالأصل أنه طالب التأمين هو الذي يدفع مبلغ التأمين أو القصد عفوا يدفع القصد الخاص بالتأمين وفي حال لم يتعددوا بكون المؤمن له هو المطالب بالدفع هان السفات بتاعت المؤمن له بأنه والله ممكن أن يكون هذا المؤمن له أصيل ممكن أن يكون رب العمال ممكن أن يكون الخلف العام أو الخلف الخاص أما في حال كان من يقوم بدفع القصد النائب أو الوكيل أو الفضولي هو الذي قام بالتعاقد ففي هذه الحالة تذهب التصرفات لم يلل الأصيل وبالتالي هو المطالب بدفع القصد ولو قام نائب الأصيل بالدفع المبلغ ففي هذه الحالة تبرأ ذمة الأصيل النقطة الثانية هي دائن بقيمة القصد يعني من الشخص المفترض يستلم القصد بطبيعة الحال المؤمن سواء كان شركة واحدة أو عدة شركات أو كان من خلال وسيط معين ففي هذه الحالة اللي بدنا نعرفه أن الدائن أو الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له هو المؤمن ننتقل إلى محل الاتزام طبيعة الحال محل الاتزام بده يكون يعني بإيش مطالب المدين بدفع للدائن بقيمة القصد وبشترطها نقول أن والله يجب أن يكون قيمة القصد نقدا هل يمكن أن يتم دفعها بشيء بديل عن الدفع النقدي؟ يعني يدفع له مثلا شيء مقابل القيمة المطالب بها؟ ماذا رأي كنتم؟ بطبيعة الحال لا لا يجوز طالما الشخص المطالب بدفع قيمة معينة يجب أن يدفعها هي ما بنفع يعطيه شيء مقابل هذه القيمة وقيمة القصد طبعا ثابتة لو حدث الظروف سواء لصالح المؤمن أو لصالح المؤمن له يستطيع كل منهما مطالبة بزيادة القصد أو تنقيص القصد حسب الظروف التي ألمت في كل حالة بالنسبة للزمان ومكان الوفاء بالنسبة للزمان ومكان الوفاء بالقصد في عنا الزمان بطبيعة الحال الزمان متى يصبح وين نضح نحن؟ بطبيعة الحال متى يصبح الدين مستحق أو يجب الدفع فور انعقاد عقد التأمين يعني مجرد نشوء العقد التأمين يصبح هناك التزام بدفع القصد واضح الأمر طيب متى يدفعه؟ كلما حل الأجل طيب أهم بيقولنا والله يجب التمييز بين الأجل وبين مدة السرايان الأجل ليش بروحين؟ الأجل ومدة السرايان هي فترة السرايان العقد يعني سنة سنتين ثلاثة الأجل ممكن أن يكون الأجل بيكون كل مثلا شهر أو كل نصف سنة أو كل سنة حسب مدة السرايان هي مدة سرايان العقد ككله ممكن يكون سنة ثنتين ثلاثة وما إلى ذلك الأجل بيكون الفترة التي يجب الدفع فيها ممكن أن تكون شهرية ممكن أن تكون نصف سنوية ممكن أن تكون سنوية و� drove الآن بنسبة لها مكان الوفاء مكان الوفاء المعروف أن الدين مطلوب وليس محمول ما معنى ذلك ما معنى أن الدين مطلوب وليس محمول أن دفع مكان الدافع بيكون مكان المؤمن له الدفع будут مكان المؤمن له ايش معنى ذلك ايش المقصود بذلك انه والله طالما انت يا مؤمن اتفقت مع المؤمن له على الدفع القصط فبدي يكون الدفع في محل المؤمن له يعني المؤمن له لو كان في غزة والمؤمن في رفح مثلا والله القصط بندفع في غزة طيب الان بيقولنا والله هذا الاصل ولكن في عندنا ما جرى عليه العمل انه الدفع القصط الاول بيكون وين في موطن المؤمن يعني في رفح اما باقي الاقصاط بتكون وين في موطن المؤمن له يعني الفارق بيطبع تحالي الثابت والاصل انه الدفع في موطن المؤمن له ولكن استثناء وما جرع للعمل انه اول قصط بيدفع في موطن المؤمن بعد هيك بيكون في موطن المؤمن له طب كيفية فيه دفع القصد يعني فيه دفع القصد كيف تكون بتكون متخلل الآتي يا إما نقداً يا إما بموجب شيك يا إما لا بكف هيك هي يا نقد يا شيك إما نقداً أو بموجب شيك اللي هو مقبول الدفع طيب عبئ الإثبات عبئ الإثبات على مين بيقع؟ بيقع عبئ الإثبات على المؤمن له يعني اللي دفع هو اللي بيقع عليه عبئ الإثبات وله في ذلك كافة طرق الإثبات طالما القيمة أقل من 200 دينار لو أكثر من 200 دينار بده يثبتها بالكتابة واضح لأن ننتقل لجزاء الإخلال بالالتزام بالوفاء بالقصد يعني بمعنى والله لو واحد ما التزام بالوفاء بالقصد إيش بده يكون في عنا إجراءات لهذا أو جزاءات لهذا العمل؟ في عنا حسب ما هو موجود في عنا ثلاثة أول حاج إعذار المؤمن له ثاني شغلة اللي هي وقف سريان التأمين ثالث شغلة اللي هي التنفيذ العيني أو الفسخ ورح نتناول وحدة وحدة فيهم أول شغلة فيهم إنه إعذار المؤمن له يعني والله يا مؤمن له تخد بالك أنت تأخرس في دفع القصد ويجب أن تدفع القصد ويبوجه له إنذار رسمي سواء كان كتابة أو شفون طب إيش بترتب على هذا الإعذار؟ يعني إيش النتائج؟ بقول له أول شغلة والله يصبح محل الوفاء بقيمة القصد في موطن المؤمن مش قول نتوي محل اللي هو الوفاء بيكون في موطن المؤمن له ولكن في حال إعذاره إنه إنت تأخرت يعني في حال تأخر وأعذاره بيصير في موطن المؤمن المؤمن اتنين قطع تقادم دعوة مطالبة بالقصد كيف يعني؟ معنى ذلك إنه والله الآن لو كان الدفع سنوي تمام؟ دفع سنوي هاي سنة هاي تندين هاي تلاتة السنة تندين تلاتة تمام؟ الآن هو تأخر وما دفعش هاي السنة حي لو هاي السنة ما دفعهاش لأن تبدي سريان أي مدة التقادم طالما إنت ما طلبتش بهذا القصد تمام؟ هذا القصد إذا ما طلبتش فيه مثلا خلال ثلاث سنوات بتقادم حقق بالدعوة وبتقدرش ترفع اللي هي دعوة على هذا الشخص تقدرش ترفع دعوة عليه وطلبته بقيمة القصد اللي هي عن السنة اللي راحت طيب الآن لو إنت قمت بإعذاره بقول لك والله إنت مثلا بعد سنة السنة التانية قمت بإعذاره هان شايف كيف؟ إنه إنت إدفع اللي عليك هان فبيصير قطع بالمدة بالمدة بتنقطع هان وبيرجع يبدأ من جديد واضح الأمر كيف؟ التقادم بيوقف بيبدأ من جديد طالما إنت قمت بإعذاره بدأ سريان مهلة الوفاء أو عفوا بدأ حساب مهلة الوفاء بالقصد هان بيتم تحديد مدة محددة ليدفع القصد طالما تخلف بيتم إعذاره بيبدأ المدة كمان من جديد إنه بنعطيه كمان فترة تانية إنه إدفع بالقصد والله ما دفعش بيبدأ إنه نقول والله إن إحنا بدنا ننتقل لنقطة أخرى وهي وقف سريان التأمين يعني بدنا نوقف سريان التأمين إذا أنت مدفعتش خلال الشهر الثاني واضح؟ يعني ننتقل إلى الجزاء الثاني الجزاء الثاني اللي هو وقف سريان التأمين بقلنا والله الوقف أول حاجة إش المقصود بالوقف هو وقف مؤقت لالتزام المؤمن له بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه كجزاء لإخلال المؤمن له بالتزام وبدفع القصد المستحق مع استمرار تحمل الأخير بقل التزامات يعني بمعنى أقولها المختصار وقف سريان التأمين يعني وقف التزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه خلال الفترة القادمة يعني بمعنى أنت مدفعتش القصد يبقى أنا مش راح أنا أغطي أي مبلغ تأميني خلال هذا الفترة يعني لو جمع ضربنا مثال هان خلال نمحي هذا يعني خلال هذا الفترة تمام أنت مدفعتش القصد لقيت أنا طول الفترة هاد القادمة لا يغطي فترة التأمين لا يغطي مبلغ التأمين أو اللي هو المحل التأمين عفوا الشيء المؤمن من له الشيء المؤمن له يعني لو أمنع على حريق أو على سرقة خلال هذه الفترة اللي أنا أعذرتك فيها وما دفعتش أنا ما بغطي لك أي حادثة سرقة أو أي حادثة حريق واضح الأمر الآن بقولنا والله شروط وقف صريعان التأمين يعني كيف أنا ممكن أوقفه بقولنا أول حاجة اللي هي إخلال المؤمن له وبالتزام ومدفع قصد اللي هو هادي هو ما دفعش القصد وأنا أنظرته وبعد ما أنظرته والله قال لي أنا بديش أدفعه الشرط الثاني إعذاره يعني أول حاجة بده يخل هو يعني ما يدفعش الثاني الشغلة أني أعذره يعني أنا أنبه عليه أنه والله أنت مدفعتش الشغلة الثالثة أنه تنتهي المدة لوحد للوفاء يعني أنا بقول والله بدك تدفع خلال شهر بدك تدفع خلال أسبوعين طبعا ما جرى عليه العمل اللي هو خلال ثلاثين يوم يعني إعذاره خلال الدفع خلال ثلاثين يوم ما دفعش خلال الثلاثين يوم وقتها إيش بيصير؟ بيصير أنه بنوقف سريان التأمين تعرفنا كيف؟ طيب والله أوقفنا سريانه طيب إيش بترتب على وقف سريان التأمين؟ بقولنا والله يترتب عليه جزائين إيش هو؟ قال وقف التزام المؤمن بتحمل تبعت الخطر يعني والله لو حدث الخطر خلال هذه الفترة القادمة ما بتحملش تبعته يعني لو مؤمن على صرقة وصار صرقة بتحملش التبعة لو مؤمن على حريق وصار حريق بتحملش اثنين التزام المؤمن له بدفع كافة التزامات الناشئة عن العقد يعني أوكي أنت مدفعتش القسط ولكن بيضلوا عليك يعني الالتزامات رح تضلها مفروضة على الشخص المؤمن حتى وإن لم يدفع مبلغ التأمين رح يضلوا كل هيئة ومتراكم عليه وبيضل الالتزامات الأخرى الالتزامات المتعلقة بأنه لو صار حادث يجب أن يقوم بإختاره يجب أن يتم إعلامه والالتزامات المبثقة عن العقد التأمينة والالتزامات الأخرى برضو بدي يضلوا ملتزم فيها واضح الأمر الآن نقطة بعد ما قلنا والله أوقفنا الصريان كيف بدنا ننزيل عفوا كيف بدنا نوقف ننزيل الآن الوقف هذا كيف ننزيله عفوا مش زوال زوال وقف يعني بعد ما وقفنا كيف بدنا نرفع هذا الوقف نحن نتبع لهذا الإجراءات قمنا بإيقاف اللي هو الصريان كيف بدنا نرجع كيف نرجع العقد للصريان بيكون من خلال الآتي من خلال دفع قيمة القسط المستحق ويتحمل المصاريف الزائدة يعني ممكن أن يتم دفع قرامات ممكن أن يتحمل دفع اللي هو التكاليف التي تتعلق بالمصاريف الزائد عن التأخر مثل إرسال الإختار إرسال مندوبين الشركة وما إلى ذلك ويكون زوال هذا الوقف بأثر فوري يعني بمعنى والله لو حدثت سرقة أثناء الفترة نقول بين هاي وهاي يعني خلال هذه الفترة هو ما دفعش لو حدثت سرقة الأهانة وبعدها هو سيدفع ما بغطيش أنا إله السابق الفترة اللي كان متأخر فيها عن الدفع فقط على الفترة اللي هي القادمة اللي هي هان والفترة السابقة اللي كان يدفع فيها أما الفترة اللي ما دفع فيها هاي أنا ما بغطيها إله هاي الفترة ما بغطيها إله لأنه ما دفع وكان اللي هو سريان التأمين واقف في هذا الفترة هان بقول لي والله الحل التالت إنه أنا أعذرته ما ردش علي إنقادت مدة اللي هو الوقف عفوا إنقادت المدة اللي أنا أمهلته فيها وينبهته إني رح أوقف التأمين والله أنا بدل ما أقوم بإيقاف التأمين بروح بأرفع دعوة على المؤمن له بدفع قصة التأمين يعني دعوة بيسموها دعوة عينية إنه أنا بطالبه بالتنفيذ العين للعقد بطالبه بدفع اللي هو القصة اللي عليه برصبن عنه بخلي يدفع عليه أول حل التاني إنه أنا أقوم بفسق العقد ليه؟ لأنه انتهت المدة المحددة لدفع قصة التأمين طبعاً بعد ما أقوم بإعذاره طالما هو أخل وبعد ما أخل أنا قمت بإعذاره إنه أنا رح أوقف التأمين أو رح أفسخ التأمين عقد التأمين وهو ما انتبه أو ما عار اهتمام لهذا الأمر ففي هذه الحالة إيش بس هو أنا بقوم بفسخ عقد التأمين النقطة الأخيرة أو الموضوع الأخير هو الإختار بتحقق الخطر المؤمن منه إيش ما ذلك؟ الإختار بتحقق الخطر المؤمن منه يعني زي ما قلنا فيه التزام على المؤمن له إنه بمجرد حدوث الخطر إنه يقوم بإعلام المؤمن إنه فيه خطر حدث لذلك نتناول أحكام الالتزام بهذا الأمر اللي هو الإختار بتحقق الخطر الآن حدث أمر معين ومؤمن له ما أخترش المؤمن تمام؟ إيش الحالة اللي بتنظم هذا الأمر؟ أو بمعنى آخر متى أنا كمؤمن له؟ يعني بيكون لازم علي أو يعني يوجب علي بإختار المؤمن المؤمن عن إنه هو الخطر الذي حدث أول حاجة وأول شرط لازم لتتوافر الوجوب لإختار هو تحقق الخطر المؤمن منه يعني مأمن على سرقة صارت سرقة مأمن على حريق صار حريق هذا أول شرط إنه تحقق الخطر أثنين علم المؤمن المؤمن له بمسؤولية المؤمن عن هذا الخطر إيش معنى ذلك؟ إنه والله بعد وقوع الحادثة أو تحقق الخطر قلنا يجب أن يتوافر لدى مؤمن له العلم بأن هذه الكارثة تمثل الخطر المؤمن منه إنه والله صار أنا مؤمن مثلا على يكون مثلا مؤمن إيش في غير الحريق على الحوادث مثلا حوادث وشخص آخر هو اللي يتسبب في الحادث فالآن صار عندي أنا فرض إنه والله ليش أنا أخطر شركة التأمين طالما شركة التأمين أنا بتاعتي مش مسؤولة وإنما الشركة اللي هي ضربتني هي المسؤولة عن دفع قصة التأمين اللي ضربت السيارة بتاعتي هي مسؤولة عن دفع قصة التأمين مش الشركة اللي أنا يعني دافع عندها وبالتالي أثير عندي الشك إنه والله ما عنديش علم إنه شركة التأمين اللي أنا مؤمن عندها عليها مسؤولية واضح الأمر نعيده عشان تفهمون حان بيقولنا شرط التاني علم المؤمن له بمسؤولية المؤمن عن هذا الخطر يعني أنا كمؤمن له أنا كسائق مثلاً يجب أن يكون عندي علم إنه شركة التأمين الخاصة فيها هي المسؤولة عن هذا الخطر لكن لو كانت غير مسؤولة ففي هذا الحالة ما بيوجب علي أن أقوم بإعلامها واضح الأمر النقطة الثانية هي القيام بالإختار عن تحقق الخطر القيام بالإختار عن تحقق الخطر وهذا يفرض على المؤمن له أن يقوم بإختار المؤمن له بطريقة المحددة في العقد التأمين وخلال فترة معينة في العادة كانوا بيحط والله أعتقد أسبوعين بيحط أسبوعين معادي للإعلام بمجرد بإختار الخطر المؤمن منه سواء كان مثلاً حريق أو سرقة أو خلافه وإذا ما أختروا خلال هذه الفترة بيحدث عليه جزاء نقطة الثانية الشكل الإختار بتحقق الخطر ومعاده الشكل قالنا فيه أحياناً حسب ما هو مكتوب في العقد بالعادة بيكون من خلال خطاب عادي أو تليفكس يعني بطريقة رسمية واضح الأمر بطريقة رسمية عبئ الإثبات على من يقع يقع على المؤمن له عبئ الإثبات هو الإختار أو وصول الإختار يقع على المؤمن له طب بالنسبة للمعاد الإختار والله المشرع الفلسطيني لم يحدد معاد للإختار واضح الأمر وإنما تركه للقاضي هو الذي يحدد الفترة المعقولة التي يمكن خلالها أو يجب خلالها أن يقوم المؤمن له في الإعلام المؤمن عن الخطر الذي وقعه طب إيش الجزاء والله لم يختروا إيش الجزاء وإنه والله الجزاء الإخلال بالانتزام بالإختار عن تحقق الخطر بيكون من خلال اللي هو جزائين الجزاء الأول يمكن أن يكون من خلال خفض قيمة التعويض المستحق عند تحقق الخطر يعني بدلا ما تفعله عشرة وهو مبلغ التأمين بتفعله خمسة أو سبعة الثاني اللي هو سقوط الحق في التعويض المستحق عن تحقق الضرر يعني والله كان مفترض يخبرني عن الأمر الذي حدث وما خبرني ففي هذه الحالة والله بيقوم أنا بإسقاط حقه في التعويض يعني ما بتفعله مبلغ الذي كان يجب أن يقوم به مبلغ التأمين لأنه لم يخبرني أو لم يعلمني بتحقق الخطر وهان بيشترط في بعض الأحيان أو معظم الأحيان بيشترطوا أن يكون هذا الأمر كان نتيجة أو ناتج عن سوء نية للمؤمن له الآن مين بيقدر يثبت سوء نية المؤمن له في عدم الإختار اللي هو المؤمن وإن شاء الله المرة القادمة بنكمل في الحديث في باقي المحاضرات يا أبتك والقاد